السلام عليكم ورحمة الله إخوانا والأخوات نعود إليكم جديد الموضوع دينا دينا اليوم وهو عقود العمل والجديد دير عقود العمل أول حاجة هناك واحد سؤال كي تطرح بزاف هذه القضية يعني كنين الناس هنا حاليا عايشين في إيطاليا ما عندهم الأوراق الأولى وكيسولو وكيسولو حتى ندفعه في هذا الدكريت وفلوسي اللي سيخرج يمكنك حتى تدفع ولكن يمكنك تدفع إذا كنت تدفع فابور أول حاجة ما تخلصتها يعني أصلا خدام عندك يدفع لك بالصح تكون خدام في البني أو في الفلاحة عنده يعني باغيك ضفيره تقدر يدفع لك تدفع لك تدفع لك إذا كنت تدفع لك لا تنسحك بها لماذا ؟ لأنه ستتخلص الفلوس ستكون حلم و ارى ما تخرج لك لأنه ستكون على الوقت إذا كنت مع الطلبة ستخرج لك ربين عادي حسنا ؟ إذا كنت لدي شركة البنائية و حاجة أخرى الناس اللي في البلد عنده شركة البنائية عنده شركة البنائية انا وصيكم شركة البنائية اللي دايري للعرب هنا في الطاليان الماجور بارتي يعني الاغلبية فيهم ما عندهمش الحق يخدموا شي واحد لأن النوع دي الشركة اللي داير هو يخدم فيها غير بواحده اوكي ؟ يعني داير واحد النوع دي الشركة باش يخلص الدرعي بقليلة يخدموا شي واحده مغصوش يخدم معه شي واحد ممنوع عليه يخدم معه شي واحد اوكي ؟ يعني ردوا بالكم من هاداك اللي غيدفع لي فهذا ما عندهش الحق أصلا يخدم شي واحده و أغلبية دي العراف اللي دايرين هاتي شركة هادا ما عندهمش الحق يخدموا شي واحده فعلاش باش ما يخلصوش درعي بسه لهذا ردوا بالكم من هادا القادية هادا اوكي ؟ اما الجديد اللي كان دابع حاليا انا ركنا نشوف هر الصحف كتدر و كتتكلم و اشنو كتقول اوكي ؟ بعض الصحف اللي مختصين في هذا الميدان هذا اوكي يقولوا يقولوا بان يقدروا الدكريته فلوسي يقدروا مثلا على البناء البناء يدخل فيه التريسيان يدخل فيه برومبي يدخل فيه القباس يعني يقدروا هاد السكتوري كامل يدخل فيه سباغ فهمتي ؟ مثلا يقدر سباغ واحد عنده شركة السباغة يدفع ليك ولكن هذا الشيء كامل اللي قلت لك انا درب خاصتي خرج القانون و نتأكدوا منه وشكينه للا يعني هما قالوا بان السكتوري دي اللي بني سيكون فيه هاد الشيء ولكن باش نتأكدوا بهذا الامر هذا سوف يخرج في الجريدة الرسمية و سوف يقرأ و كاتبين بحرف بحرف لكي نوصل لكم معلومة من جديد و تكون جوزة اوكي اخوان تفهمنا ؟ هذا هو الجديد يعني اعاطين هذه الممكنة في البناء اعاطينها والقدر كامل وهو 80.000 80.000 من عدة الدول و اعطينها و اعطينها و اعطينها و او اخوان تقلب على شركة طالية و او البني و او بيسرطوا و الناصحة و اعطينها و اعطينها و اعطينها الوزن لا تدخل فان المدنون 10 15 او 20 او باستخدام و لكنهم لا تدخلين و لكنهم مفادي و لكنه يرغبين هل يقفون و احد مدنين او سردنيا يفعون في صغير و تدخل و أين اعطين و كانوا قبل من ما كانوا لهم لم يniejsتنا كانوا قداموا بجوجة بانغلاديش و كان لديهم مشكلة في الكنترات لهم و كانوا دافعوا بلاستهم و كان دافعوا أمورهم في الوقت و كان صحي واحد للناس الذين يريدون أن يدفعوا عائلتهم و يحاولون أن تكلفوا في الكنترات لهم لأنه إذا كلفتوا في الكنترات كوميرشاليستر لا يستطيع رأسه و يفاق في الصباح و يجب على الوقت و يساين ذكرته حتى يخرج و يقول لك كيف ستعلق هذا الأمر ؟ هذا ما الذي سيتخلص بزياده و سيتخلص في الوصف و سيتخلص في الوصف و يفتح في الوصف و يجب عليك القانون و سيتخلص بقانون على الوصف و سيتخلص بطريقة مهمة و لكن يجب عليك التخلص بذائها يدير لك هذا القواني و حاجة واحدة اخر اخوان الوقت حاولوا تفرجوا بحاجة الوقت جيدة لا رأي لا رأي هذه كفية الوقت او الايفون اذا خدمت عليها بجروج هذا اذا حلو مثلا النار الفلاني مع الساعة الفلاني مع السعود انا افتح او الايفون أقول لي أنت أخرى أولا و أخرى ألوان تكونوا بشكل عام أو تلات سنين كل مرة أشعر أن أفعلوا و أنا دفعت السينيجالي أنا أحد السينيجالي أنا أحد الأن أحضر بعضياتنا أعمرنا الدوسة بأحدنا و كل ما نفعلنا بأحدنا جيدا فاقد ان تفتح القانون لذلك السباح يوم فماذا اخوان ان تفتح القانون مع مرهين توصينا فقد نستطيع الاخرار غير تفتح هذه المنطقة المنطقة التي وصل منها تقريبا يا المغربة هنا تقريباً كانوا طالبين واحد العشرة فهو تقبلت لي لأن طالبين من السينيغال كان كثير مني وأنا لم تقبلت لي لماذا لم تقبلت لي؟ لأن الناس وحدين سبقوني فهذه البركة بحلقة سبقوني فهذه الأجزاء من المئة لذلك 60 سبقوني بها هذا هو المشكل ديكريته فلوسي كتعيش واحد الأحلام وكتعيش وكتعيش وخصوصاً لعطي العربون سوف يقولون أنه لا تخرج الشكل العام سوف يدفع لك العام وكتعيش 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 حسن من المدينة حسن من المدينة ولكن سوف يدفع لك وكتعيش 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 مع واحد صديق اللي كان عارفهم زيان حاليا هو عيش في فرنسا كان هنا في طاليان عنده 30 عام الهجرة جولت 14 عام هنا للطاليان إذا بغيتم ندير معاه فيديو هتسير هذا مدخل من البلاد 461 اللي مدخل واللي دليم كونترا ايامات الكنتراك انت تخرج في عشر ايام تقول لك انت بغيتجي كده وكده بسم الله هو بدأ بالكنتراك مع الفلاحة مع الفلاح بدأك في الأول بدأ ب2000 عام ولكن فشخ خوتنا احنا كيف بدأ يقول ليه؟ أنا أعطى 3000 عام ولو تقول ليه تومات 3000 عام من بعد وصلت الكنتراك هو هو يعني من 2000 عام يزيدوا لكي يأخذوا كونتراك وانتراك ويأخذ بيعاتها يقول ليه توماتك ما يرغبون سنعطك وانتراك 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 وقت البوضية، يعتبر مادة من تزيد تقدم عشرة أمام أدواء المال تحتاجها من 10 يم وكذا يحدث المال لا تشرقها غير فتحتها وكذلك و الان كانوا هنا في المنطقة و انتمنى يكونوا يسمعوني ارى الان باقي لما مخلصين شي و هدين هاد سيد هذا باقي لما مخلصين و هو جابت قليك جابده من جيبه مخلص عليهم كان كي يجيب من رباط و من الفقه بنصالح جابت درير بزاف من رباط من يعقوب منصور دخلهم يعني شي كي يجيب شي شي كي يعرفوا بشي و جاب من فقه بنصالح كان عارفهم بزيان هذا هاد سيد هذا لحد الان باقي شي و هدين يقدروا يكونوا يشوفوني باقي باقي لم يخلصينوش قال لي ارى كنشوفهم و داروا الطموبيلات و داروا الضيور و باقي لحد الان ما خلصونيش في الكنترا ديالي باقي لعلهم يعرفوا هذه القضية و يسولوا اعلموا الكنترا و يخلصوا فيها لأنه لم يخلص فيها و هو كان كي يبيع بستة هوا بدأ بجوش كان كي يبيع بخمسة في اللوز من بعد فزادو عليه أو كي يبيع بستة كان كي يخذه بجوش من بعد و لكي يخذه بثلاثة من بعد و لكي يخذه بربعة او جي اليوم اه اه طاليا نطلعين الثامن لانه عارفين هاتش في بيزنس عارفين في بيزنس نطلعين الثامن اه اليوم التعقدات واحد شوية الامور لانه خصم ضروري يقلبوا لك على السكنة يقلبوا لك على اسبيتاليتا فين غجي تسكن و بالنسبة الناس اللي عندهم اه ديجا كانوا هنا في الطاليان و عندهم الوصف ما نصحكمش تدفع في كونتراتات كونتراتات حتى تحيد هذه المشكلة اللي عندك يعني تدير واحد محامي تكلف شي واحد هنا يديلك محامي يديلك هناك الكانشيلاتسيوني يمحيلك كل شي عد فعليا لانه اي واحد كيدفع الكونترات ركيدال عليه بحث الي كان عنده شي مشكل هنا في الطاليان او في اوروبا جنرالي ما كدوش كترفضلك الكونترات اوكي تشارك في القناة كيف العداء يشارك في القناة باش يوصلك دائما الجديد تحياتي والسلام عليكم